كورس كاب كات الاحتراف من الصفر راح تسألي تقول ليش بالتحديد تطبيق كاب كات اهلا في كل الادوات اللي يحتاجها كل ممنتج وصانع محتوى ايش تريد اكثر من كذا يا صديق العسل جيب ما يشربك المفضل وشغل جهازك وتابع معي ثاني درس من كورس كاب كات الاحترافي ويلا بينا نبدأ على بركة الله حياكم الله يا اهلا وسهلا بكم في الدرس الثاني من كورس احترف تطبيق كاب كات اليوم وصلنا للحلقة الثانية اخذنا في الحلقة الاولى شرح الواجهة اللي ما حضر الحلقة وما شفع حلقة يرجع للكورس في القناة ويتابع الحلقة الاولى لانه مهمة شرحنا فيها الواجهة الرئيسية وشرحنا الطايم لاين وشرحنا الادوات والازرار الموجودة هنا عشان نفهم البرنامج وآلية العمل على البرنامج اليوم راح نبدأ نشرح بشكل عملي وندخل ونتعمق بتفاصيل وداخل التطبيق الان انا اه دخلت الفيديو هذا الفيديو وانفرض ان هذا الفيديو شغال عليه مونتاج تمام الان راح تظهر عندي القائمة ما شرحتها اليوم راح ناخذ الكيفريم الكيفريم هو عدد الصور في الثانية الوحدة او فيه طيب الان هذا قائمة البيسك من قائمة البيسك راح تظهر عندي البوزوشن ورح تظهر عندي روتيت ورح تظهر عندي الاقسام البليند ورح تظهر عندي قائمة المود تمام طيب ان انا انا اريد مثلا احرك جزء معين فوق الفيديو هذا مثلا انا ادخل الشعر البريمير ارفع فوق مثلا هذا الشكل الكيفريم طبعا راح يتطبق على كل الاجزاء يتطبق على الصور وعلى الفيديوهات وعلى النصوص وعلى اي عنصر عندك موجود داخل البرنامج تقدر تطبق عليك الكيفرية مثلا اطبقوا على هذه الصورة اقدر اطبقوا على الفيديو نقدر نطبقه على اي جزء وعلى اي نصبه اي نصبه اي نصبه طبقوا عليه مباشر ضيق فهو مشكلة الان انا انا عايز ان الصورة تنزل من الايقونة حقيقة البلمية تنزل من اسفل الى الاعلى بهذا الشكل بحيثني مثلا اشترح عند البرنامج اضغط على البوزيشن البوزيشن هو المسؤول عند الارتفاع والنزول والدخول من يمين واليسار راح اسحبها الى الاسفل عشان بديها تدخل مباشر من هنا تمام اضغط على المدة اللي احتاجها انا مثلا انا عايز ان الحركة راح تبدأ من هنا تمام اضغط الكيفرية مباشر بهذا الشكل اضغط ضغطة واحدة راح يظهر عندي لون ازرق شوف معي هذا الشكل السوداسي يقول لك انه راح تبدأ الحركة من هنا وين انا عايزها الحركة تنتهي مثلا الى تقريبا ثانية واحدة عشر ثواني تمام الان ابدأ اسحبها عندها خيارة ما تسحبها بالماوس تضغط شفت عشان يكون الخط مستقيم بهذا الشكل لو اضغط بسألت راح تاخذ يمين ويسار او تضغط شفت راح تكون بشكل مستقيم تمام هذا الخيار الاول عشان الحركة الخيار الثاني اسحبها من خيارة البوزيشن من هنا تمام اللي هو الاكس والواي الواي هو يتحكم من الاعلى وللأسفل الاكس ياخذ يمين ويسار لو اخذ الواي بهذا الشكل راح لاحظ انها تبدأ ترتفع معا تمام شوف مع بعض لكن هذا راح تاخد تكون بطيئة معك شوية لو اسحبها الخيار الساحب وموجود متوفر لكن في البرامجة ساني متوفر الخيار اسرع راح يكون بطيئ بهذا الشكل تمام ممكن انت تكتب الرقم تنقص الرقم وتخلي مئتين تمام هل فمئتين هذا الشكل او تخلي مثلا خمسمية سالب خمسمية حذر تفعة فوق هذة الطريقة الثانية لتحريك العنصر اول طريقة الولى اللي انتفقنا مع بعض انه تسحبها بالالت والشبتر فعلي فوق تمام راح نشوف الحركة كيف صارت شوف الحركة دخلت معاي مباشر من اسفل الى الاعلى هذي الكيفريم للبوزيشن مثلا عايز يدخل من يسار الى اليمين نمسح او نخليها نفسها موجودة نعطيك كيفريم اخر عشان ثبت الحركة يعني انا عايز اثبت الحركة بهذا المكان تمام وعايز ابدأ حركة جديدة راح تحط كيفريم موجود هنا ثابت لتثبيت الحركة وكيفريم جديد عشان تبدأ بي الحركة واخذ العنصر بره بهذا الشكل تمام صغر شوي عشان ايش يكون واضح معي العنصر بره هذا العنصر تمام راح تبدأ الحركة شوفوا لحظة الحركة بدأت من هنا انتقلت من هنا ثبتنا الحركة هنا انتقل هنا خرج بشكل مباشر تمام عايزه يرجع بهذا الطريقة زي ما اتفقنا مع بعض اما تسحب بالماوس اما تسحب باليو اجي باليو طبعا اليو هي الاتفاع الان دور الاكس الاكس مباشر تمام اه انقص شوي راح تبدأ يرجع معي بهذا الشكل او تسحب بالماوس لانه لو اسحب لهذا الطريقة ستكون بطيئة ممكن تعطيه ارقام بشكل رقمي مثلا تفرض الحركة راح تكون خليها صفر تقريبا صارت في الوسط وهذا الشكل لو اشغل نشوف الحركة بصارت مع بعض دخل ما هنا راح يمين راح يساع هلاحظ طبعا عندي سرعة في الحركة تقدر تتحكم في السرعة مدى الكيفريم تمده يكون بطيئ اذا مديت يكون بطيئ في هذا الشكل تمام راح يكون بطيئ لاحظ معاي من هنا صار سريع من هنا بطيئ من هنا سريع هذا يعني ببساطة يعني انك تسوي كيفريم من اي عنصر بهذا الشكل تحركوا على الكاب كاتر تطبيق كاب كاتر ببساطة الان انا عايز ايقون شاتشي بتي اسوي له حركة يعني تلف حل نفسها عندك طريقتين اما تروح على السهم هذا يعطيك هي السهم لاحظ من هنا السهم هذا يعني يعطيك ايقونة اسهم تلف حل نفسها تضغط alt تبدأ تلف بهذا الشكل تمام هذا الخيار اوه تضغط alt عشان يلف معك بنفس المكان تشغل لاحظ معاي تقدر تبطى الحركة بهذا الشكل كل ما مديته اكتر كما بطى معاك كثير الحركة بسيط جدا يعني الموضوع بسيط الان فهمنا حركة الروتيت طيب كيف استفيد منها وكيف اجمع من حركة حركة الروتيت واسوي حركة حلوة بسيط جدا انا عايز الحركة تبدأ من هنا اضيف الان زي ما فهمنا بالبداية تمام خلي مثال يبدأ من هنا اعطي بوزشين خلي دخول اكتر احتراف بهذا الشكل تمام اعطيها بوزشين عايز الوزشين يروح لاحظة ثواني هنا يروح الثانيتين الثانية واحدة سبعة ثانية سبعة عشر ثانية ورفع الى فوق اضغط alt و shift عشان يكون في الوسط لهذا الشكل الان طبقنا الوزشين ورتيت معا بعض فلاحظ معايش اغل بهذا الشكل عايزة تكون اسرع يعني تدخل باسرع اضغر شوية المدة دخل الماسعفة صغيرة بيناتهم بين كل كيف ريم وكيف ريم يا سلام بسيط جدا يعني بدأنا بالوزشين بعدين بدأنا بالروتيت بعدين نرجع لسكيل لانه بسيط جدا عبارة انه هو تكبير وتصغير يعني هو كبر بالموسم هذا الشكل او صغير هو زي هذا الطريق يعني يكبر وصغر العنصر بس ما له اي تحكم ثاني فقط انه يصغر العنصر وكبره يعني يخفي العنصر صفر نهائيا هذا الشكل صفر يختفي نهائيا ويكبره لدرجة كبيرة وهذا الشكل وهذا استفيد منها باشياء كثيرة في الانتقالات وفي الاشياء الكثيرة على المونتاج تكبر الصغر عنصر معي بحيث تخفي وتسوي انتقالات في السكيل طيب كيف استفيد منها وكيف اشتغلها اسوي الكيفرين بسكيل بسيط جدا اضغط ضغطة بسيطة هذا الشكل مثلا هاي زال العنصر يدخل من هنا من عند يدي فهذا الشكل تمام بين يدي بعدين نقدم شوية هنا خمسة عشر ثانية خليها ستاش يعني ثانيتين تمام بعدين نكبر الحجم اللي هريدوان هذا الشكل او هذا الشكل او هذا الشكل او هذا الحجم تمام راح ألاحظ معاي انه بدأ من الصفر اه تمام لو صغر شوية اخلي مسافة قصيرة بين الكيفرين وكيفرين ما راح يكون اسرع لاحظ زالت السرعة مثلا عايزة سوي انتقال واخفي العنصر هذا واضهر عنصر تاني اكبر السكيل لدرجة كبيرة بحيث انه اخفي كبر في هذا الشكل لاحظ انه اختفى العنصر مباشرة واضهر عنصر ثاني هذا الشي يبدع هذا الشكل يقدر سوي انتقال يعني احتراف طيب لو اطبق و مع سكيل راح يعطيني حركة جميلة جدا كيف يعني طيب الان راح تخلي دخول راح تكون الحركة يكبر العزر يكبر ثم يصغر ويصل الى ايدي تمام هذه نستخدمها بعد في الفيديوهات وفي المونتاج شوف لاحظ 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 يكبر 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 بعدين راح اصغره انا تمام اصغره مع طيب طيب انا عايز يدخل من هنا اعطيه هذا الشكل واصغر طبعا بالسكيل شوية هذا المكان اسحب الى هنا الان ان عندي هذا البوزيشن وهذا السكيل وهذا السكيل طيب البوزيشن راح يبدأ من هنا هذا المكان بعدين يصغل ابدأ الان اضيف بوزيشن تمام وانا نقدم نقدم هنا اضغط التوشفت على العنصر واسحب يصل لهنا المنطقة تمام بعدين اجيب اسكيل ارجع الى وراء خلقوا اشوف معنا شوف الحركة اصغر اكثر عشان ابينها خلقوا هنا لاحظ حركة كيف شوف الحركة الجميلة هادي نستخدمها في الموينتاج مثلا نضيف عنصر يدخل من تحت لفوق الان طبقنا البوزيشن مع سكيل وقبل شوية طبقنا البوزيشن مع الكيفريم مع الروتيت عفوا عشان ايش نفهم مع بعض كيف نستخدم الكيفريم في تطبيق كابكات بكل بساطة وسلاسة ممتاز جدا الان فهمنا البوزيشن وسكيل والروتيت اللي هي الخاصة في الكيفريم طيب انا عايز مثلا العنصر هذا يكون في الوسط بشكل مباشر اتحكم في هذا العناصر الثلاثة لاربعة خمسة عناصر هذه تخليني اتحكم في العنصر يكون في الوسط او في اليسار او في الاعلى او في الوسط دمتصف او اسفل اه اسفل العنصر يسار او وسط بهذا الشكل هذا هذا وسط الفيديو مباشرة بغض النظر عن العنصر انا كنت موجود وسط او لا لكن هذا العنصر الان هو وسط الفيديو عن مسافة من هنا الى هنا هي نفس المسافة من هنا الى هنا اقدر اطبق الكيفريم على النص مباشر جيب نص مثلا نقدر الان طبعا نصدقائي نطبق الروتيت على النص وهذا النص مباشرة كدر اصولي من اسفل تمام انا عايز العنصر يبدأ من هنا اوكي يظهر عندي الشكل السوداسي راح اسحب النص لفوق هذا الشكل تمام شوف تلاحظ مع بعض الان اصدقائي راح ننتعرف على شي مهم جدا وهو الانيميشن الانيميشن طبعا راح تكون متصل بالانترنت الشيء اللي يعني يعتبر شوي سلبي انه فيها البرستات والاشياء الجاهزة تحتاج انك تتصل في الانترنت يعني هي شكل اونلاين تكون موجودة على التطبيق من قائمة الانيميشن اروح على قائمة الانيميشن عندك ثلاث خيارات الخيار الاول هو الان الان يعني انت دخول الحركة اثناء دخول الحركة فقط والاوت خرج الحركة وكونبو هو يعطيك اه شي جاهز يعني دخول وخروج للحركة يعني مفصل لك الاشياء تفصيل رائع جدا اعطيه ان وهذا الشكل راح اطلعك السهم هنا وهذا الشكل السهم راح تبدأ الحركة بشوف مع بعض شغل شوف الحركة يا سلام جميلة جدا جدا يعني رائع جدا جدا تبدأ الحركة بهذا الشكل بتقدس اتحكم في سرعة الحركة وين تتحكم فيها يا مشعل اتحكم فيها من هنا من الاسفل لاحظ معين من هذا مكان ارجع على نفس الانيميشن راح يطلع لك نفس الحركة من تحت شوف نفس السهم هذا السهم مدة الحركة دخول الحركة. مثلا اعيدها تكون بطيئة يعني مدة خمس ثوانية تدخل شوف صارت بطيئة جدا 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 جدا. لو اخففها وتكون سريعة مثلا خمس خمسة اجزاء مستهنة شوف بسرعة صارت. لاحظ ان السهم معك يقصر ويطول. لو كبرها لاحظ ان السهم راح يطول لاحظ معاي. يطول يطول. لو صغيرها شوي من هنا. الاحظ معي ان السهم صار قصير يعني الحركة صارت قصيرة. اوت الان اضيف حركة عندك عدة حركات جاهزة الاوت مثلا في نفسها مو الضغط. مثلا انا اعيز تكون نفس الحركة. او خلونا حركة ثانية. مثلا انا عايز ا Francis تنزل اسفل . اسفل سلايد اب وهذه فوق سلايد داون يعني اسفل بهذا الشكل. راح تبدأ الحركة من هنا لانهاية الايقونة. لو انا نعيز نصغر الايقونة عايز انت تدخل بسرعة وتتحكم فيها بهذا الشكل وتعطيه اسفل وتتحكم بسرع من هنا. مثلا تكون بطيئة نفس ما اتفقنا basta اسفل. بطيئة بهذا الشكل يعني تنزل البطول. لاحظ معي. ممتاز جدا. هذه الحركات يعني تقدر نفس الطريقة تطبقهم على النص على الايقونات. مثلا عندي النص اللي قبل شوية لسميته. مثلا حذف معي نص ونحاجب اجيب نص جديد. ممتاز طيب. انا عايز اطبق نفس على النص. انشوف يطبق معنا ولا لا. خلو راح على قائمة راح تظهر معي نفس اللي شفناها مع بعض لكن بطريقة مختلفة. بشكل مختلف يعني اعطيك شكل نصوص واللي قبل شوية اللي شفناها ايش? اشكال للصور والفيديوهات. هاتي تطبقها على الصور والفيديوهات. وهذه راح تظهر معك على شكل نصوص بهذه الطريقة لكن نفس انواع الحركة وبطرق مختلفة تماما واشكال كثيرة من الحركة هذي راح تسهل عليك الشغل والعمل بدلا انت ما تشغل كيفية وهي كلها احترافية مثلا عندي هذا الشكل. هنزلوا مباشرة راح تطبق الحركة. بس خلاني بعد الايقونة عشان ما تشوش علينا. هنزل تحت بهذا الشكل تمام? انا عايز الحركة تكون بهذا الشكل اللي شبناها مع بعض. شوفوا. انتون قلب الاحرف وبعد ان ترجعوا الصير طبيعية. واقدر تحكم مثل ما اتفقنا مع بعض بالمدة والسرعة مهنة. خلنا نشوف لاحظ معي كيف صارت. يا سلامة. يعني حركة ضغط الزر واحدة. طيب الاوت الاوت نفس عندك الان عدة اشياء. اه نفس البرستات نفسها اكثر من الموجودة في الصور. لو لاحظنا روح على الايقونات نلاحظ انه كمية حركات محدودة لل الاوت يعني تقديمي بها ثمان حركات. تمام? لو ارجع على النص اراقي كمية كبيرة اكثر في الاوت من الموجودة على الصور والفيديوهات. وهذا شيء جميل جدا انه النص غالبا نقدر نحن نتحكم فيه بسرعته ودخوله فرح يعطينا شيء احترافي. مثلا ما عجبتنا هذا الحركة اخذ حركة ثانية عادي. لاحظ صار اختفاء مع وميضة شوية. اه يا سلام. احنا فقط نتحرف مع بعض على الواجهة والاشياء التي نستخدمها. طيب نروح للمرحلة الثانية هي الجزء الثالث. الجزء الثالث طبعا من الانيميشن عندنا الكمبو. الكمبو يعطيك حركة جاهزة للعناصر. زي هذا العناصر نشوف مع بعض. نضيف له حركة كومبو يعني جاهزة. تمام? كومبو مثلا اختار هذا الحركة اللي هي روتيت. طبقها مباشرة راح يبدأ يحرك. خروج ودخول. انا راح يختفي. يا سلام. يعني انت جاهز بده ما تروح تحط ان و اوت هاي يعطيك اشياء جاهزة. لو طبق هذا الاخيار الثاني. لاحظ معاي الحركة السلسة والنعمة. بعدين تروح تطلع. يا سلام. لو لو طبق الثاني يعني يعطيك عدة اشياء كثيرة من الحركات. لاحظ معاي. لاحظ معاي الجمالية. حتى يعطيك حركات ثلاثية الابعاد لاحظ معاي. شكل موبايل. اخر يعني يعني يدور حول نفسه. طبعا هتقدر تضيف فيديو داخل الموبايل وطبعا تكبرها شوي. اجيب فيديو. ومثلا هذا الفيديو نفسه اللي انا شغال عليه. حاليا. تمام? اجيب بهذا الشكل. واروح على اختار واني اضاف الفيديو بجوال. اجي الفيديو داخل الجوال. طبعا تقدر تتحكم بالحركة خليه بطيئة جدا. عشر ثواني بهذا الشكل. لاحظ. ابدأ الان. اجيب الجوال بهذا الشكل. طبعا تقدر تتحكم في مقاس الجوال. تقص الفيديو. تخليه طولي بهذا الشكل. عشان يجيه على الجوال. يعني شوف الابداع بس حنا الان نجرب مع بعض. لاحظ معي صار اكبر. نسحبه هنا. يعني بكل بساطة تقدر تتحكم وتصنع حركات احترافية. اضيف جاهز للنص. الانميش جاهز للنص. اخلي الحركة. عشان نلغى الحركة من هنا نتعلم انه نقدر نلغى الحركة حتى لو كانت مولودة مبدلها بحركة اخرى. اروح على اللوب. اللوب هو يعني جاهز حركة استمرنا. اختار هذا الاضاءة. او زي الوهج. شوف معي صار وهج خلف الناس. يعطيك كمية كبيرة من البرستات اللي انت تستفيد منها. وفهمنا مع بعض اشياء اساسية على تطويق اللي هي الانميشن. قد لكم معي في الحلقة الجاية راح يكون فيها اشياء عملية اكثر. و الى هنا انتهينا من حلقة هذا اليوم. اتمنى اني اكون قدرت ابسط لك الامور كلها في تطبيق او في كورس كبكت الاحترافي. واتمنى منك تدعمنا باللايك والشير وتشارك هذا المحتوى من اصدقائك اللي مهتمين في المونتاج والتصوير. وصناعة المحتوى عشان يستفيد من هذا الكورس المجاني. ولا تنسى تضغط على زر الاشتراك وتضغط على زر اللايك عشان يستفيد الجميع وينتشر هذا المحتوى عند الجميع. واشوفك في الحلقة القادمة. وفي الختام سبحانك الله وبحمدك. اشهد ان لا الى الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.